اشتركوا في القناة نكاس افريقيا للاندية ابطال الدور لكرة اليد بحضور منصور واريمو رئيس الاتحاد الافريقي للعبة وجاء تنظيم هذا الحدث ليؤكد قدرة الاقاليم الجنوبية على احتضان منافسات رياضية دولية في ظل تراجع خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وحاضي رئيس الاتحاد الافريقي واعضاء الوهود المشاركة باستقبال مميز في مطار الحسن الاول بمدينة العيون تحت اصراف الجامعة المالهية المغربية لكرة اليد بحضور شخصيات بارزة من المدينة والسلطة المحلية مما يعكس جاهزية العيون لتنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية وانطلق هذا الحدث الرياضي الكبير يوم الخامس الماضي ويستمر الى غاية العشرين اكتوبر ويعتبر محطها ما تعكس قدرة العيون والاقاليم الجنوبية للمملكة على تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية هذا وفي ذات الصياق كشفت منابر اعلام جزائرية الصباح اليوم ان الاتحاد الجزائرية لكرة اليد يدرس مقاطعة التظاهرات والمنافسات التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الافريقية لكرة اليد واضفت ذات المصادر ان الاتحاد الجزائرية لكرة اليد قام بمجهودات كبيرة لمنع اقامة هذه التظاهر في مدينة العيون الا ان اعضاء الاتحاد الافريقية لكرة اليد اصروا على اقامة البطولة في الصحراء المغربية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء